أعلن صندوق العمل تمكين عن دعم زيادة أجور أكثر من ألف موظف بحريني في شركة خدمات مطار البحرين الذي يعادل حوالي 71% من إجمالي الكوادر البحرينية العاملة في المؤسسة إلى جانبي دعم تدريب 400 موظف بحريني ضمن برنامج دعم التدريب للمؤسسات هو الذي يساهم في تحقيق النمو للمؤسسة من خلال زيادة تنافسية موظفها ورسم خطة تطوير وظيفي واضحة بهدف الاحتفاظ بالمواطنين من ذوي الكفاءة والخبرة وبهذه المناسبة أشارت سعادة السيدة مع عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن هذا الدعم يعكس التزام تمكين الراسخ بدعم قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة وتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة في هذا المجال حيث ساهم القطاع بنسبة 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 ويتميز بفرص مستقبلية واعدة لما تمتلكه المملكة من مميزات تجعلها بوابة عصرية لسوق دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها أول مجمع للخدمات اللوجستية في المنطقة من جهته قال السيد نبيل خالد كانو رئيس مجلس إدارة شركة باس إن الشركة المستمرة بين شركة باس وصندوق العمل تمكين تعد علامة فارقة في تطور الشركة معربا عن امتنانه للدعم الذي تقدمه تمكين والذي يعزز من تطوير الكوادر الوطنية وتمكينهم ترجمة نانسي قنقر